من أبرز الانتقادات للمعارضة السورية أو للإتلاف بأنه لم ينفتح على الكرد في الشمال السوري قوى سوريا الديمقراطية وكذلك مجلس سوريا الديمقراطية كم يشكل هذا حيزا من حجم الانتقادات الموجهة إلى الإتلاف يعني أنا ما عندي حساب للنسبة لكنني أعتقد واعتقدت منذ فترة طويلة أنه يجب أن نتعامل مع المسألة الكردية في سوريا باعتبارها جزء من المسألة الديمقراطية السورية وليس جزء من الأمن القومي للسوري ولا التركي وأنا علينا بالتالي أن ندخل في حوار على الأرضية الوطنية الديمقراطية مع من يمثلون هذه القضية على الأقل داخل الإتلاف المجلس الوطني الكردي كي نصل معهم إلى تصور حول شكل الدولة التي نريدها حول التزامات ناتجة إقامتها منذ اليوم إلى أن تقوم وبهذا المعنى نحن لسنا على صلة طبعا مع النظام الأسدي وأخوتنا الكرد لا يجوز متى ما اتفقوا على شكل الدولة وعلى الانتزامات متبادلة كما قلت أن لا يكون أيضا على صلة مع النظام الأسدي لإيجاد مخارج لمشكلتهم النظام الأسدي هو مشكلتهم بالحقيقة مثل ما هو مشكلتنا وأن نعمل بعد ذلك باعتبارنا جهة واحدة لدينا هيئات تنسيقية لدينا هيئات تعاون لدينا سياسات مشتركة لدينا وفود مشتركة لدينا تصور مشترك إلى أن نصل إلى سوريا هذه القضية تعطلت وتعرقلت باعتقد لأسباب كثيرة منها ميل بعض أخوتنا الكرد إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون الآن أن يأخذوا من الحل في سوريا أكثر مما كانوا يطالبون به في أي وقت مضى حتى عام 2007 أو 2008 أو 2010 المسألة الأخرى هي أن هناك خط داخل الإطار الكردي يتعامل مع المسألة السورية مع الوجود الكردي في سوريا باعتباره جزء من المسألة الأقليمية الكردية وليس السورية وبهذا المعنى هو يرى في العرب وفي السوريين محتلين لأرض كردستان الوطنية التي لا وجودها في سوريا بطبيعة الحالة من الاتفاقات الدولية ولا بعد بيلفور ولا بعد بسان سبيكو ولا بكل الحكيم وهذا أيضا يلعب دور كبير في تعطيل المسألة وفي إخراج من السياق الذي يجب أن تحل فيه وهو السياق الوطني الديمقراطي السوري الداخلي الذي هو المكان الصحيح والوحيد لإيجاد حل حقيقي لها والمسألة الثالثة هي فعليا التزام إخواننا بالإتلاف بحط برؤية تعتبر المسألة الكردية خطرا على الأمن الأقليمي لدولة مجاورة علما بأن هذا أيضا يضع القضية الكردية خارج السياق الحقيقي الذي كانت تحل فيه باعتبارها جزء من المسألة الوطنية الديمقراطية السورية وتحل في إطار التفاهم على النظام الديمقراطي السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر